ضمن أعمال الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل التابع للجامعة العربية عقدت صباح اليوم في المجلس الاستشاري بالشارقة الجلسة الثانية للبرلمان وحاملت عنوان الطفل العربي جهد مستدام من أجل المناخ تحت قبة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وضمن أعمال الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل إن عقدت الجلسة الثانية بمشاركة 52 طفلا يمثلون 15 ذولة عربية ناقشوا خلال الجلسة موضوعا هاما يمس حاضرهم ومستقبلهم تحت عنوان جهد مستدام من أجل المناخ وعكست مداخلات المشاركين الصغار خلال الجلسة تمكنهم كجيل قادم من قيادة نهج الاستدامة والتأثير فيه حيث شهدت الجلسة حضور كل من سعادة هانسيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة وسعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري بإمارة الشارقة وسعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفلة والدكتور عبد الرحمن الياسي مدير عام ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين والدكتور عبد الملك دبابش المستشار في إدارة الأسرة والطفلة بجامعة الدول العربية تستمر جهود إمارة الشارقة في احتضان الأطفال العرب وتدريبهم وتأهيلهم وسقل هواياتهم وإبداعاتهم اليوم الأطفال العرب تحت قبة البرلمان العربي للطفل في أرض الشارقة ناقشوا جهد المستدام من أجل المناخ ورأي الطفل العربي حول التحديات التواجه المناخ بشكل عام وعرضوا حتى مجموعة من المنجزات الوطنية العربية في هذا الشأن استشهدوا بالكثير من الإنجازات على أرض الواقع كانت الجلسة بعنوان الطفل العربي جهده مستدام من أجل المناخ وطبعا تم اختيار هذا الموضوع تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة المعلنة عنها من قبل الأمم المتحدة من خلال توصيات الأعضاء ومداخلاتهم رأينا أن اليوم فعلاً هذه مشكلة بيئية ومعضلة سيعانون منها الأطفال مستقبلاً لأنها مشكلة تتضمن أهم العوامل وهو عامل البيئة حوارات وأراء تؤكد أن الأطفال ومن خلال جلوسهم تحت القبة البرلمانية قادرون على العمل معاً لتحفيز الابتكار في مجال الاستدامة والعمل المناخي الهادف لدى أجيال المستقبل وتجلى ذلك في اقتراحاتهم وتوصياتهم كإنشاء منصات ومواقع إلكترونية وغيرها من المقترحات كانت الكلمة بتاعتي عبارة عن علاقة أو تأثير تغير المناخ مع زاوي الهمم لأن أنا يعتبر بمثل زاوي الهمم هنا في البرلمان العربية للطفل فحبيت أن أنا أتكلم عن قد إيه التغير المناخي ده بيأثر على حياتهم وقدمت بعض المقترحات وبعض التوصيات اللي أنا نفسي أنها تحصل عشان خاطر زاوي الهمم يقدروا أنهم يتصدوا للتغير المناخي عقادة المجلس بالنسبة لنا أكيد مهمة كتير لا وخصوصا موضوع الجلسة اللي هو طفل عربي جهود مستدام من أجل المناخ لأنه نحن يعني الكوكب الأرض هو ضيلنا إلنا جيل المستقبل فالعمل اللي نحن هلأ عم نشتغله هلأ هو اللي حيكون مثمر ومفيد إلنا لأنه نحن اللي حنكون جيل المستقبل جلستان في كل عام لمناقشة الموضوعات التي تؤثر في حاضر الطفولة وترسم أحلام الغد ومستقبل الأجيال الحالية فهكذا هي رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي أسس للطفولة العربية هذا البرلمان الهادف لإعطاء مساحة أكبر لصغار ليعبروا فيها عن آرائهم ويبحثوا عن حلول لقضاياهم إذن مع ختام الجلسة الثانية للبرلمان العربي للطفل توحدت آراء أطفال وطن العربي بأهمية العناية بالتغير المناخي لما له من تأثير اجتماعي واقتصادي لأخبار الدار ولد الأصبحي الشارقة اشتركوا في القناة